من الحكم العطائية يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع يقول باختصار أنت حر من كل شيء أنت تمنع نفسك منه يأس منه لأن اليأس من الشيء دليل على أن القلب فارغ من هذا الشيء إذا تعلق إنسان قلبه بامرأة يريد أن يتزوجها سيصبح متدلل لها طبعا لما يحصل على بعد سيطر عليها لكن المعنى هنا أنه سيكون عبدا لها ما دام قلبه متعلق بها إذا يعس منها زال هذا الأمر وذلك عين الحرية عين الحرية أن القلب نفسه ما هو متعلق ما هو متعلق لا بحاكم ولا بحزب ولا بتاجر ولا بما له فبالتالي أنت حر وهذا كما قلت عين الحرية والطمع في الشيء دليل على الحب لهذا الشيء وفرط الاحتياج لهذا الشيء وذلك عين العبودية حقيقة الحرية خلي قلبك ييأس فعلقوا قلوكم بالله ويأسوا مما عند الناس تصفى القلوب وتتحرر وإذا تحرر القلب من التعلق بأي شيء تحرر الإنسان من كل شيء فيرجع إلى أصل الحرية لا إله إطلاقا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه شهوته وأهواء سيطرت عليه صارت هواه إله مكان مكان الله عز وجل فإذا تحررت الأهواء ولم تتعلق القلوب إلا بالله عندها تحدث الحرية الكاملة لا إله إلا الله رمز الحرية الكامل